السلام عليكم 350 قرشا مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بعد سحب تريليون جنيه من البنوك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك تراجعا اليوم بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك رسمية حيث هبط من أعلى سعر وهو 50.85 جنيه سجله خلال مارس الماضي بنحو أكثر من ثلاث جنيهات تحديدا 350 قرشا بالمقارنة مع سعر اليوم فيما هبط بنحو 30 قرشا مقارنة بسعر أمس الأول قرار البنك المركزي وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله خلال اجتماعها الفمس الماضي الثالث والعشرين من مايو الابقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تخيير للمارات الثانية على التوالي وتقرر لقاء عليين عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض لليلة واحدة عند 28.25% وسعر العملية الرئيسيات للبنك المركزي وسعر الاقتمان والخصم عند 27.75% لكل منها 1.193 ريليون جنيه سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.193 ريليون جنيه من 31 بنك؟ من؟ خلال عطاءات سوق المفتوحة بعائد ثابت يصل 27.75% بهدف كباح جماح التطخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلاع 14 مليار دولار وكانت مصر تسلمت الدفعة الثانية من رأس الحكمة إذ أعلنت دكتور مصطفى مدبوري مطلع الشهر الحالي أن مصر تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة الرأس الحكمة حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار وهو ما أسهم في ضخل المزيد من الموارد الديولارية بيان البنك المركزي وأصدر البنك المركزي بيانا بشأن ارتفاع الاحتياطي صاف الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي وشهد سعر الديولار في البنوك تراجعا لأقل من 48 جنيها بعدما قفز ليقترب من 49 جنيها في وقت سابق ويظل متراجع بفارق كبير من أعلى سعر سجله وهو فوق 50 جنيها في البنوك يوم السادس من مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه سعر الديولار اليوم وسجل سعر الديولار في البنك الأهلي 47.25 جنيه للأشراء 47.35 جنيه للبيع سجل سعر الديولار في بنك مصر 47.25 جنيه للأشراء 47.35 جنيه للبيع سعر الديولار في سوق السوداء سعر الديولار في سوق السوداء اليوم يبحث عنه البعض عبر محرك جوجل والتي توقفت بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي مع توحيد سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينات الدولة وأصبح الديولار متوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه سعر الديولار في البنك المركزي سعر الديولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري جاء كما يلي واحد دولار 47.25 جنيه للأشراء واحد دولار 47.38 جنيه للبيع سعر الديولار البنك الأهلي المصري اليوم سعر الديولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي واحد دولار 47.25 جنيه للأشراء واحد دولار 47.35 جنيه للبيع سعر الديولار اليوم بنك مصر وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر فجاء كالتالي 1 دولار 47.25 جنيه للاشراء 1 دولار 47.35 جنيه للبيع سعر الديولار اليوم في البنك التجاري الدولي وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي فجاء كالتالي 1.47.25 جنيه للاشراء 1.47.35 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي كما تبحث فئة كبيرة عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي خاصة رجال الأعمال وتجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها رسميات في آخر تحديثاتها والذي تراجع لأقل من 48 جنيه وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم